أهلا بكم من جديد لنتابع الآن حركة الأسواق في المنطقة ونبدأها طبعا من السوق الكويتي الذي ما يزال يحتفظ بمكاسبهم منذ بداية الجلسة لاحظوا معي الساري على ارتفاع بنصف النقطة المئوية الوزن أيضا حوالي 14 وأكثر من نصف النقطة المئوية للقيادية الخمسة عشر في السوق الكويتية في المقابل سوق دبي الآن يعود إلى اللون الأحمر وبشكل واضح الآن كنا قد رأيناه يتذبب ما بين المنطقة الخضراء وما بين المنطقة الحمراء ليعود الآن ويتراجع بربع النقطة المئوية قبل ساعة وربع من نهاية التدورات عن حوالي 406 ملايين درهم إماراتي حتى الآن تم تنفيذها الأبرز كان حركة أعمر السهم ناشط ولكنه الآن عاد إلى مستويات الإغلاق البارحة 11.30 هي مستوياته الآن وفي المقابل لدينا كان ضغط على أراب تيك ودبي الإسلامي وبذلك مفسرة يمكن الحركة التي نشدها من تراجعات على المؤشر في المقابل دي آي سي أيضا من الأسهم التي نرى عليها الضغط بحوالي نقطتين مئويتين ويو بي بي أيضا سوق أبو طبي للأوراق المالية أيضا باللون الأحمر حوالي 14 نقطة المئوية تراجع عند 4,946 نتابع مع باقي المؤشرات وسوق مسقط يعني في معادل أسواق الكويتية حتى لا نتحدث عن لون أحمر سوق مسقط متراجع بنقطة وعشر نقطة المئوية البحرين عشر نقطة المئوية والسوق قطر أيضا تتخلى عن مستويات 13,700 ومئة نقطة تقريبا عن 13,700 وخمسة نقاط تقريبا 14 نقطة المئوية من التراجع على المؤشر القطري سأحاول أن ألقي نظرة فقط على أعلى مستويات كنا سجلناها في السوق القطري اليوم التي طبعا نشهد فيها سيطرة للون الأحمر على معظم القطاعات في معدل استثناء واحد هو الإقطاع البضائع تقريبا نحن كنا عند 7,000 وتقريبا حوالي المئة نقطة إذا انتركنا هذه المستويات وعدنا إلى مدونة نحن نتحدث عند أعلى مستويات كانت عند 13,827 والآن نعود إلى مستويات 13,700 تقريبا يعني حوالي 128 نقطة ما بين الأعلى والأخفض اليوم في السوق القطرية نبقى طبعا في أسواق المنطقة وبالتحديد من الكويت أعلنت مجموعة الامتياز الاستثمارية شراء 14 مليون سهم تقريبا من أسهم شركة ديما كابيتل للاستثمار والتي تمثل من نسبته 5.9% من رأس مال الشركة من ناحية أخرى أعلنت شركة أجوان هذه المرة أنها وقعت عقد بيع أسهمها في شركة ديما كابيتل بعدد 14.720.000 سهم تقريبا بقيمة تقدر بحوالي 1.180.000 دينار نتيجة هذه الصفقة ستكون خسارة بقيمة 399.000 دينار كويتي تقريبا وقعت الشركة الأولى للاستثمار اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتسوية شاملة لقيمة السكوك وأرباحها المستحقة عليها والبالغة حوالي 27.600.000 دينار وذلك من خلال تسهيلات بنكية مرحلية ومسروطة بنقل ملكية الأصول المتفق عليها بالاتفاقية هذا وأوضحت الشركة أن الأثر المالي لهذه التسوية سينعكس بصورة إيجابية على البيانات المالية للشركة حيث ستنخفض تكليفة التمويل بقيمة 306.000 دينار وذلك بشكل ربع سنوي ابتداء من الربع الثالث لهذه السنة 2014 وفقت هيئة أسواق المال الكويتية على إعادة هيكلة رأس مال الشركة الأولى للتأمين التكافلي أولى تكافل عن طريق تخفيض رأس مالها وثم زيادته بمبلغ 9 ملايين دينار كويتي ليصم ذلك إلى 10 ملايين دينار وذلك لإطفاء الخسائر المتراكم البالغة نحو 9 ملايين و 920 ألف دينار كويتي